شيخ في ظل أزمة سياسية خانقة وصل إليها المشهد هناك ضغط شعبي هناك ضغط الأحداث المحيطة بالعراق أيضا تضغط على القوى السياسية فما هي رؤية ائتلاف دولة القانون للخروج من عنق الزجاجة هل من تقارب بينكم وبين التيار الصدري أم أن القطيعة وصلت إلى حد كسر العظم شيخ بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين والصلاة على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك أستاذ علاء وعلى زميلتك وعلى جميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات من دوعي سرور محاورتكم واقعا العملية السياسية بعد الانتخابات وبعد هذا الشد والجذب الذي حصل وبعد التكتل الثلاثي وبعد وجود الإطار التنسيقي وصلنا إلى نقطة رئيسية ومهمة التي هي تمثل البيوتات أو المكونات التي ممكن أن تكون لها أثر في إيجاد المناصب السيادية أو التي هي تحكم العراق فقضية رئيسة جمهورية تكون هي للأخوان الكرد ومنصب رئيس البرلمان لأهلنا وأنفسنا أهل السنة وكذلك في قضية رئيس الوزراء للبيت الشيعي هنا بعد أن حسم الأمر لأخواننا السنة في قضية رئيس البرلمان وصلنا إلى نقطة التي هي الباب الذي يفتح إلى الدخول إلى المراكز التنفيذية تعرف أن رئيس البرلمان منصب التشريعي لكن القضية هنا أن تمتد إلى أن تكون قضية رئيس الجمهورية هي الباب الرئيسي الذي يفتح منه المنصب التنفيذي حتى نستطيع أن نصل إلى تحت قبة البرلمان وتشكيل الحكومة بعد أن يصل النصاب الثلاثين والرئيس الجمهورية هو من يأتي ويكلف الكتلة الأكثر عددا حسب المادة 76 من الدستور العراقي الأخوان الكرد إلى الآن لم تلح لدينا أي بارقة بأن هناك تفاهم وقد يذهبون بمرشحين اثنين إلى تحت قبة البرلمان وهذا هنا سوف تكون الانسدادة السياسية حتى نستطيع أن نذهب ونكمل الأمر الإطار التنسيقي يريد أن يدخل مع التيار الصدري التيار الصدري يريد بشروط فوصلنا إلى مرحلة الشروط والاشتراض حول هذه النقطة ولن يصل البيت الشيعي إلى كسر العظم وهذه نقطة أساسية ومهمة كون أن الفريقين يعلمون علم اليقين أنه ليس بالإمكان والوضع يتحمل أكثر مما كان اليوم نريد أن نذهب بعملية سياسية موحدة عملية باستطاعتها أن تعبر إلى برأمان نرى في الإطار التنسيقي وقيادة الإطار التنسيقي أنه ليس بالإمكان أن تكون هناك عملية سياسية موحدة تعبر أربع سنوات إلا باشتراك الجميع وكل من حسب إمكانيته وحسب قدرته تحت قبة البرلمان لذلك يجب علينا أن ينهي هذا الخلافات وليست الاختلافات وليست الخلافات حتى نستطيع أن نعبر إلى برأمان الشعب العراقي وصل إلى مرحلة أنه بدأ كل شيء يكون ضيق عليه ضيق عليه من خلال رفع سعر صرف الدولار ضيق عليه من خلال الأسعار المرتفعة الكبيرة جداً وهذا هو المصب الحقيقي خاصة وبعد أيام مقدم علينا شهر رمضان الكريم لذلك نريد أن نعبر برأمان بأسرع وقت ممكن نعم نرحب بك مجدداً فضيلة الشيخ حيدر اللامي وأهلاً بك في النشرة الرئيسة وسؤالي لك هل سيدخل نواب دولة القانون والإطار التنسيقي إلى جلسة انتخاب رئيسة الجمهورية إذن؟ هذا الأمر حتى أكون صريح أو أستاذ على يعرف صراحتي في هذا الموضوع نحن تعودنا أو جبلة العملية السياسية على أن تكون الساعات الأخيرة هي الفيصل في أن تكون العملية السياسية وأمورها إلى آخر لحظات سوف تكون هناك اتفاقات وهذه الاتفاقات سوف تفضي إلى وجود كتلة أكبر يجب أن تكون هناك كتلة أكبر للبيت الشيعي بدون ذهاب كتلة أكبر والجميع السياسيين وخاصة القادة منهم يعلمون بعدم الذهاب بوجود كتلة أكبر من البيت الشيعي ليس من الممكن أن نعبر بحكومة وهنا سوف ندخل في متاهات دستورية إذا تحبون أنا أتكلم لكم عن أرقامها طيب قبل ذلك وتواريخا بالعد والعدد شيخ حيدر قبل ذلك أنت تقول بأن الاتفاقات في اللحظة الأخيرة هي التي تحسم دخول جلسة تصويت على رئيس الجمهورية ما جملت عليها العملية السياسية السؤال هنا طبعاً طبعاً أنا متفق معك في هذا الجانب شيخ ولكن السؤال هنا الكتلة الأكبر إن لم تعلن بين الإطار والتيار فلن تدخلوا إلى الجلسة هذا الجانب مهم هذا الجانب مهم أن يوضح فضيلة الشيخ لا عفواً أنا أقول إذا لم نذهب إلى وجود كتلة أكبر فهناك خيارات وهذه الخيارات يطرحها القادة في الإطار التنسيقي تعرف القادة الإطار التنسيقي منذ اليوم الأول وبعد الانتخابات كانت لديهم خيارات وهذه الخيارات والتكتيكة السياسي هم الذين يستطيعون أن يبتوا به هناك عدة خيارات موجودة وسوف نذهب إلى خيار لأكثر ملاءمة مع الوضع الشعب العراقي أكيد سوف يكون المنظور الأول هو حل أزمات الشعب العراقي وما آلت إليها العملية السياسية والانسداد السياسي فالذي يكون في مصلحة الشعب العراقي سوف يكون سواء ذهبنا إلى تحت قبة البرلمان موحدين أو لا نعم فضيلة الشيخ ما الذي حدث بعد اتصال الصدر بيئة المالكي كان هناك انفراجة قريبة ولكن فجأة عادت الأمور إلى المربع الأول لا يوجد شيء اسمه تعرفين أنت اليوم العملية السياسية شد وجذب سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتضى صدر اتصل بالسيد المالكي وقدم شخصية محترمة لديها تاريخ عريق وأسرة كريمة وكذلك لم يكن مننا أن هناك فيتو لكن السيد المالكي أراد أن يكون الإطار هو من يبت في هذا الموضوع كذلك قلنا أنه قبل ألبت بقضية رئيس الوزراء ألبت بقضية الكتلة الأكبر وما لها وما عليها كون أن وجود الكتلة الأكبر هي الضامن لوجود رئيس وزراء فليس من الممكن أن نذهب كإطار تنسيق وتيار صدري اتحت قبة البرلمان بدون أن نكون موحدين ومن بعدها ألبت بقضية الرئيس الوزراء طيب فضيلة الشيخ قلت قبل قليل في معرض حديثك بأنه حتى تكون حكومة قادرة على تجاوز السنوات الأربع المقبلة يجب أن تنطلق من رحم كتلة أكبر هل يعني ذلك أفهم من كلامك بأن الإطار التنسيقي لن يسمح بأن يطول عمر أي حكومة إذا ما أقصي منها سواء كان في المعارضة أو في موقف لا يسمح له أن يكون شريك عفوا أستاذ عليك تقطع الصوت عيد للسؤال سأعيد عليك السؤال سأعيد عليك السؤال عيد للسؤال عفوا أستاذ عليك تسمعني بوضوح أرجو أن تسمعني الآن بوضوح شيخ قلت أنه لا حكومة تجتاز السنوات الأربع دون أن تنطلق من رحم الكتلة الأكبر التي هي من داخل البيت الشيعي الإطار والتيار في حال جئنا بحكومة لم تنطلق من هذا الرحم هل يعني ذلك أن الإطار التنسيقي سيفشل هذه الحكومة؟ سيدعو إلى انتخابات مبكرة ثانية لأنه لم يكن شريك فيها بهذا المعنى بهذه الصراحة رغم أن الصوت قطع لا الصوت بالأخير قطع لكن اللي فهمت أنه هل من الممكن الذهاب بحكومة بدون الإطار التنسيقي؟ هذا كلامك يعني عفوا؟ ممكن نعم نعم نحن نرى أن العملية السياسية اللي لم يتبنىها كل من دخل تحت قبة البرلمان فليس من الممكن الذهاب بها بعيدا كون التحديات كبيرة التي تمر على العراق في الداخل والخارج تحديات كبرى اليوم موجودة حتى نستطيع أن نذهب بعملية سياسية تعبر أربع سنوات يجب أن نكون متكاتفين متأذرين وهذا رأينا كان عندما قال السيد المالكي من عام 19 سوف تهب رياح صفراء على العملية السياسية فيجب أن يكون سقفنا الدستور ويجب أن نذهب متكاتفين من أجل العبر إلى برأمان لا زالت هذه التحديات كبيرة موجودة في العراق اليوم تعلم ما حل بالعراق من ما موجود في الجنوب ما موجود في الشمال احتلال تركي، قصف صاروخي، صعود الدولار الاهتزازات والتغيرات الموجودة في العالم بعد الحرب الروسية هناك كثير من المتغيرات إن لم نكن موحدين، متكاتفين ليس بالإمكان أن نعبر إلى برأمان كون أن يجب أن يكون رئيس الوزراء حازم وقوي وخلفه تقف الكتل السياسية حتى يستطيع أن يكون قوياً بالمرحلة القادمة وكذلك رئيس الجمهورية وكذلك رئيس البرلمان إن لم يكونوا تحت البرلمان هذه الكتل تستطيع أن تعمل للشعب العراقي لا أن تتناحر فيما بينها ليس من الممكن أن نعبر التحديات كبيرة والمتغيرات كبيرة خاصة في هذه المرحلة القادمة نعم، فضيلة الشيخ لماذا خرج السيد الصدر بتغريدة حكومة أغلبية وطنية بعد اجتماع الحنانة؟ ما الذي لم يوافق عليه الصدر في أطروحات الإطار؟ يعني أنا واقعاً أنا لست من التيار الصدري أو من يمثل التيار ممكن هذا السؤال أن تسأليه لمن يكون ممثلاً للتيار أو قريباً من التيار الصدمي نعم طيب، فضيلة الشيخ خليني أنا أسألك هذا السؤال تشعرون في المشهد السياسي أن هناك محاولة لي أذرع؟ يعني يا تجي يمي وتقبل بشروطي يا روح ما ريدك بهال معنى؟ وبتجل فيه شيخ شوف أستاذ علاء قضية اللي أذرع هي موجودة في العملية السياسية بالعراق وغير العراق كون أن التنمر السياسي جبلت عليه كل العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن فهذا التنمر وهذا اللي الأذرع واقعاً ضعف كثيراً خاصة بعد أن المحكمة الاتحادية أخذت الرعاية الأبوية للعراق فبدأت المحكمة الاتحادية أن تجعل الخط المستقيم للعملية السياسية فرأينا حتى المتنمرين على العملية السياسية أو على السياسيين الآخرين أو على القوى السياسية بدأت تقف لتتصنط خلف باب المحكمة الاتحادية فوضعت المحكمة الاتحادية العملية السياسية على جادة الطريق الصحيح وهذا هو أهم نقطة في هذه المرحلة التي اكتسبها العراق والقوى السياسية كون كل بلدان العالم المتطورة عندما تكون المحكمة الاتحادية والقضاء هو الفيصل وهو القوي معناها أن نحن سائرون على الطريق الصحيح والله صوت مطرقة القضاء يعلو على كل صوت شكراً جزيلاً لك الشيخ حيدر اللامي عضو اتلاف دولة القانون على هذا الحوار الصريح كما أعهده منك اشتركوا في القناة